الجمهور وحبه فاضل عند ربنا لأنه أحياناً بتقول يا قراء تخوفهم أنه يا جماعة عشان إحنا علينا الأضواء أنتم مركزين معانا قوي وهم ممكن يحسوا أنه هم بعيد عننا أو هم مش نفس الكميونيتي أو نفس المجتمع اللي إحنا عايشين فيه بالعكس بيقولك ده إحنا بنحبك يا فنانة وأنا بحبوكو بس اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل ساعات ساعات، هو بعض الناس عشان برضو معممش أيوة، صح بتتعامل مع الفنان على أنه مش بني آدم لحمه دم كأنه فازة عارفة فازة الورد دي أو كأنه تابلو في أي وقت وأي لحظة أنا هيجا تصور جنبك جربتي ده؟ ده ما تصورتش عمرك موانت الحد لا مش هينفع تصور بيحصل ساعات طبعاً شكلي مش حتى ميكب أو مش عايزة أو في مودي مش حاله آآ آآ بيحصل أنت مودي أول؟ أنا جداً ممكن مثلاً النهاردة تتفي على الإنتروفيو بكرة تقول لك أنا مش عايزة أجي ممكن طب تتعافي أنا كنت مقلقة منك في الحتة دي فعلاً؟ انت يعافي إلي هكيد كان مطمينك إن أنا هنا قاعد معي في القتل أجيبك في إيدك وهنيج أيوة أعملتيها قبل كده بتجري ممكن يبقى مودي مش حاله مش عايز تظهالي الناس في اللي أنت بتبقي فيه؟ ممكن ممكن ماليش مزاج ماليش ممكن نفس المرحلة اللي أنا هتلع أو ليه؟ إيه؟ ليه علاج ولا مالوش علاج؟ أنا ما بقى مودي مش عايز تكلم أحد قفلة بتيجي على نفسك؟ مش مسألت ليه علاج هو طبيعتي دي طبيعتي أنا شخص مزاجاً جي أكيد مزاجاً جي أكيد؟ طب لو أنا سألتك هل تملكي أن أنت حتى تأخذي وقت أنك تنهاري عندك وقت رنيار؟ بطنهاري كتير؟ طبعاً بيجا؟ أه عشان نبني بتعملي إيه في لحظات انهيار؟ ولا حاجة بعفل بك بتعدي وتعيياتي وخلاص؟ أخلص مع نفسي ونطلع بقى أطول حالة انهيار خدت منك قدية؟ لا ما بحسبش أنا الحاجات دي حد يحسب الأنز لماذا نبات فيه ونصح فيه؟ لو أنا متحبك هجيلك قومي يا نوه؟ لا مش بحسب بتكملي؟ أكمل فين؟ في الحزن والانهيار؟ لا ما بكملش أكيد بس بيخلص ما هو أكيد؟ لا يوجد شيء بتفضل مستقل مع أن هناك مقولة تانية بتقول لك إيه؟ أنت تعييتوا علي أنا ما عييتش على أحد لو هو عييت علي أنا عييت عليه لكن ما حدش عييت علي أنا عييت لي وانهار لي ووزع لي لا ده بيبقى كلام ده كلام ده كلام إحنا بني قادمين إحنا بأفضل أقولك جملة زي مئة ألف مرة إحنا بني قادمين نقوم ونقع ونغلط ونصلح غلطنا ونكون نفهمين حاجات غلط يعني الدحك عليك كثير؟ تعشمتي كثير؟ أكيد أكيد تعلمتي؟ ولسه هتعلم والتاني؟ نفس العلقة زكي؟ طول ما أنا عايشة هتعلم وده طبيعي يبقى أنا مش عايشة لن تغلطيش نفس الغلط مرتين؟ أه أنا ديه بقى هو هنا بقى مربط الفرس مربط الفرس إن البني آدم الزكي ما يكررش غلطه ويعني ما يكررش أخطاءه يتعلم من الأخطاء على فكرة طبيعي إن إحنا نغلط وشيء صحي إن إحنا نغلط أمال أنا هعرف الغلط من الصح إزاي؟ بس يجيلك أتعلم من أخطاء الآخرين أو أبدأ من حيث انتهى الآخرين؟ لا برضو ده كلام أو بعد كاب نيجي في الموضوع؟ عارفة ليه؟ هقول لك ليه؟ في حاجات ينفع نقول إن أنا بتعلم من أخطاء الآخرين في مواقف إن أنا أشوف خط تجربة معينة أو عمل حاجة معينة فدي كانت النتائج بتاعتها فأنا بتجنب ده أو إن أنا أروح نفس السكة بنوعي بعض زي ما يقولك الستات بتوعي بعض أو والله يسعب يغرق بعض بتيجي واحدة مثلا تنصحك تضيعك آه طبعا توديكي أنت النوع اللي بينصح ولا بيتنصح؟ أنا بسمع أكتر ما بتقوليش رأي خالص بحاول على قد مقدر لما بقول لا بحاول على قد مقدر حتى لما بقول رأي ما كونش بقول رأي يخرب الدنيا علشان ما شلش زم يعني بحاول أسمع لأن في الآخر عايز أقولك على حاجة مهمة اللي جاي يحكي مشكلة هو جاي يحكي أكتر ما هو عايز حل عايز حد يطبطب أو يسمعه عايز حد يسمعه عايز حد يحسسه أنه حاسس بيه صح عايز حد يشاركه اللي هو حاسس بيه دلوقتي عايز حد يؤكده أنه أنت مش لوحدك الاختيار اللي أنت بمختاره أو الطريق اللي أنت ماشيه صح عايز حد يطمنه يعني عشان كده دي الصحبة أنت ليس من نوع الواعز أوي وسط صحابك مش مسألة واعز بس يعني آآ ما بحكمش أنت عارفة هي دي النقطة أنا ممكن يكون ده دي من الحاجات المهمة ما بحكمش في ناس خاف مثلا تيجي تحكي لصحابها عشان عارفة نقولك هي منظري إيه لو عارف نعم منظري إيه لو أنا قلت له ما هو هنا بقى ما تحكمش موسيقى موسيقى موسيقى